أحبت غيرت دينها اختفت عنوان تحقيق نشرته الجريدة الألمانية الواسعة الانتشار بيلد حول قصة حب جمعت المراهقة جوليانا بولينا ريتا هيبيل بحراج جزائري في مدينة هامبورغ الألمانية جوليانا الألمانية البالغة من العمر 16 عاما اعتنقت الإسلام وارتدت الحجاب قبل أن تختفي وتعلن شرطة هامبورغ اختفاءها وتنشر صورا لها في شوارع المدينة رفقة الجزائري المدعو مرشد صاحب 19 عاما جوليانا ووفق بيان الشرطة شهدت آخر مرة في الثاني من ديسمبر الماضي قبل أن تسجل العائلة اختفاءها وذكرت أمها أنها اتصلت بها عبر الهاتف في الثامن من الشهر الماضي إلا أنها لم تريد الإفساح عن مكانها اختفاء الفتاة أثار جدلا واسعا في ألمانيا سيما بعد أن تناقلت وسائل إعلام ألمانية خبر هروبها إلى الجزائر لتلحق بصديقها الذي اختفى هو أيضا عن الأنظار في وقت أكدت شرطة هامبورغ أن تحقيقاتها تشير إلى وجود الفتاة في محيط مدينتي هامبورغ وهانوفر قصة جوليانا ومرشد التي حملت طابعا رومانسيا ودينيا في بدايتها تحولت الآن إلى قضية رأي عام تشغل كل ألمانيا